ثمن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش الجهود التي تقوم بها مصر في استقبال الجرح الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطع غزة مؤكدا أن مصر هي ركزة الأساسية التي تسمح بوجود الأمل على الجانب الآخر من الحدود جاء ذلك خلال لقائه محافظة شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة في مطار العرش الدولي عقب وصوله حيث جدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته لسرعة وقف إطلاق النار في غزة وضرورة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المكدسة في الجانب المصري إلى القطع بأسرع وقت موضحا أن زيارته إلى محافظة شمال سيناء تشمل زيارة للجرح الفلسطينيين في مستشفى العريش العام والاطلاع على الجهود المصرية في علاجهم من جانبه أكد محافظ شمال سيناء أن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطع غزة بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لافتا إلى توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة تيسرات أمام الأشقاء الفلسطينيين